ياسر جلال كان مفاجأة للمشاهدين كلهم ياسر أستاذ ياسر إزاي قدر يعني أولا صعوبة إنه يتقمس الروح صوت رئيس أداء الرئيس طريقة كلام الرئيس وكمان إن أنا أقولها لك بصراحة يعني أنا لو ممثل أنا أتطالع أنا كمان بمثل لدور مهم كده وزير الدفاع في حقبة صعبة جدا فاللي هو حاجة صعبة ياسر جلال الحقيقة لا ياسر لأنه ذاكي وعنده خبرة فهم إن التفاصيل الشكلية والحركية والأدائية دي يتقنها لكن ليست هي الموضوع لأنك بعد حلقتين ثلاثة خلاص لكن اللي عمله هو الروح الوجدان فأنت يعني شايفه الوجدان حاسس بالوجدان ده اللي يدى للإبداع منطق وكان مهم لأنه الحقيقة الأحداث في الحقبة دي في الكم شهر دول كمان كانوا مهمين جدا اللي هو شهور الخلاص زي ما بنقول وكل لحظة كل لحظة فيها إحساس ما فيها منطق ما بس أنا تقول لك حاجة كمان استوقفتني الحقيقة لغة الخطاب اللي هي بين مثلا وزير الدفاع وبين الرئيس الجمهورية دايما تحسي إنه كان الخطاب فيه احترام وده ضبط وربط العسكري يعني أنت ما بتكسرش أي حاجة كده عنده شايفين وعارفين إن فيه مشاكل كتيرة عاملها لكن تلاقي كان فيه جزء تاني المهم إنه لم يقدم الرئيس الأسبق بشكل ساخر وده كان مهم لأنه ممكن في رؤية ما نحن كنا منشوفه إيه طبعا لأنه إنت أمام عمل جاد كمان صح إنت بتتكلم عن التاريخ والتوثيخ فإنت أمام عمل جاد لا وكان فيه في التقافة الشعبية إنه درجة يعني هننكت عليه لا هم قدموه كما هو هم قدموه كما هو بشكل جاد فوصلت الرسالة تماما